نصف قرن من الزمان بالتمام والكمال بين المشاركة الحالية وبين اول ظهور للمنتخب المغربي في الكأس الافريقية نصف قرن غاب فيه اسود الاطلس عن سبع دورات وسجل حضوره في سبعة عشر مواعيد اخرى التجربة الاولى كانت سريعة بعدما ودع المنتخب الوطني النهائيات القرية في الكاميرون من دور المجموعات فغاب بعدها عن طبعة مصر ثم عاد في دورة اثيوبيا التي عرفت تتويج رفاقي احمد فرس باول لقب قري للكرة المغربية توالت السنوات والدورات وحمل قميص المنتخب المغربي اجيال انفهبية لكنها لم تتمكن من معانقة اللقب الافريقي من جديد رغم الوصول لمربع الكبار في خمس دورات والمباراة النهائية في نسخة تونس في العام الفين واربعة التي خسر فيها ابناء المدرب بادو الزاكي اللقب في المباراة النهائية امام منتخب البلد المضيف في اخر ظهور للمنتخب المغربي في الكان حقق العلامة الكاملة في دورية المجموعات بجيل ذهبي عاد لتوه من مشاركة مشرفة من مونديال روسيا لكنه سقط بدربات الترجيح مع منتخب البنين الذي لا يملك تاريخا كبيرا في عالم المستديرة ليودع البطولة من دور ثمن النهائي في مشهد أحزن اللاعبين والجماهير على حد سواء اليوم ورغم الكثير من القيل والقال حول اختيارات المدرب وحيد أليلوزيتش وغياب الثقة من طرف الجماهير المغربية في قدرة المجموعة الحالية على الذهاب بعيدا في الكأس الافريقية يدخلوا رفاق حكيم المنافسات وهم من المنتخبات المرشحة للعب أدوار تلائعية في نسخة استثنائية ستقام في ظل جائحة كورونا وفي ظل إجراءات احترازية جعلت المنتخب المغربي يدخل النهائيات دون إجراء أي مباراة ودية لأول مرة في تاريخ مشاركاته في الكأس الافريقية